تعرفنا سابقا أن الفاور سبلاي يخرج منه ثلاثة كابلات طاقة خاصة باللوحة الأوم وهم ATX وATX2V وATXAUX ويجد مراجعة دليل التجريه المانوال الخاص باللوحة الأوم لمعرفة عدد كابلات الطاقة التي يجد تركيزها حيث أن عدم تركيب أي كابل سوف يؤدي إلى ثلاث اللوحة الأوم وكذلك ثلاث الكروت المتصلة بها ويخبرنا ذليل التجريه الأصاف بهذه اللوحة الأوم بأنها تحتاج إلى الكابلات ATX10V وATX لكي تعمل ويتم تركيب الكابل ATX10V بهذا السجل ويتم تركيب الكابل ATX10V بهذا السجل كما تحتوي الماغرفورد على مجموعة من البنز الخاصة بكابلات الفرامت فانل وهي كابلات الفوتنز واللد وكذلك الانترنال ستيكر ويتم تركيب هذه الكابلات بالإستعامة بمانوال الماغرفورد والآن لنبدأ بتركيب الريفات شويتش ثم IDE Hard Deft Active LED ثم Soft Power Connector ثم Speaker Connector وأخيرا Power LED PART من خلال كما قد رات اخرى أخرى أ thinkers رات بق بعض قليلة اخرى كما قد رات كما قد رات لك اخرى شكرا